موسيقى بعد تعرض احد المحركات في جناح الطائرة للحريق بعثت الاخضر تسر سوف بالسلامة الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم بشكوال الفيفا ضد الناقل الحصري المنتخب البلجيكي يكتسح نظيره منتخب بنما بثلاثية نظيفة نشرة الرياضية من الاخبارية اهلا بكم موسيقى 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 الاول الى مدينة رسوف بالسلامة بعد تعرض احد المحركات في جناح الطائرة للحريق وكتب الاتحاد السعودية برحسبه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بان كافة افراد بعثت المنتخب الوطني يصلون بسلام الى مقر اقامتهم بمدينة رسوف تحضيرا للقاء منتخب الارغواي ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم رحمن الرحيم احبط منكم الحمد لله وصلنا الروسوف بالسلامة حدث خلال فني بسيط للطيارة لكن الحمد لله احنا الان في الفندق والأمور طيبة واجعلنا بالشوف وينضم معنا من روسيا مراسل الاخبارية طلال الازهري طلال مرحبا بك طلال وكل عام وانت بخير بداية طلال ما هي اخر الاستعدادات داخل المعسكر السعودي هل تسمعني طلال اعتذر طلال انقطع اتصال لا يسمعني نعم وخبرنا الثاني لهذا اليوم رفع الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى رسمية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء استغلال شبكة قنوات بي انسبورت القطرية لامتلاك حقوق نهائية كأس العالم الفين وثمانية عشر في الشرق الاوسط لبث رسائل سياسية تهدف للإساءة الى المملكة وقياداتها وذلك في اطار التحريض واثارة الكراهية بين الجماهير والشعوب في المنطقة وامتدادا لتجاوزات هذه الشبكة المستمرة وتوظيفها لاغراض سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة واشار اتحاد القدم الى التعاطي الاعلامي السياسي المرفوض الذي قامت به القناة بعد مباراة منتخبنا امام روسيا من قبل مقدميها ومحلليها ونقادها وهو ما يتنافى مع قوانين الفيفا وللحديث اكثر ينضم معنا رئيس لجنة الاندباط سابقا خالد البابطين من الرياض استاذ خالد اهلا بك وكل عام انت بخير بداية ما رأيك بتجاوزات قناة بي ان سبورت يا مرحبا اهلا وسهلا وكل عام انتم خير مشاهدينكم الكرام بلا شك ان قناة بي ان سبورت ما فازت في العقد مع شركة الفيفا الا بناء على التزامات على الشركة ومن اهم التزاماتها هو عدم ادخال السياسة في الرياضة نعم فكما ان الفيفا تطالب بعدم دخول السياسة في الرياضة ايضا تطلب من المنظمات الرياضية في كرة القدم اللا تتدخل بالسياسة ولا تدخل السياسة في الرياضة هذه مخالفة ظاهرة وواضحة لمنظمة تابعة لمتعاقد مع الفيفا لنحتاج نعرف احنا ان الفيفا هذه شركة وليس في طاح حكومي فبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على الشركات سواء في القانون المدني السويسري الفيفا ايضا مسؤولة عن متابعة المنظمات التابعة لها حتى لو كانت منظمة عالمية او متعاقدة مثلا عاقد كعاقد دولي مع الفيفا الا ان الفيفا ايضا مسؤولة عن متابعة هذا العقد ومدى انتزام المتعاقد بقلود العقد نعم استاذ خالد هل تتوقع ان تكون هناك عقوبات من الفيفا اتجاه القناة؟ هناك يجب ان نعرف ان هناك فرق بين الفيفا كمنظمة رياضية وكاغطاع خاص فتكون مسؤولة عن معاقبة التابعين لها بلاجك واذا اخلت الفيفا بالانتزام هذا تصبح الفيفا امام مسائلة قانونية امام القضاء السويسي نعم نعم كان معنا رئيس لجنة الانضباط سابقا خالد البابطين شكرا لك جزيلا في تحرك قانوني نعم 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 ينضم معنا من القاهرة الاستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالشروق بداية اهلا بك كيف هي ردة الشارع المصري من تجاوزات الناقل الحصري هل تسمعني نعم في البداية طبعا حب نقول الحمد لله على سلامة المنتخب السعودي وان شاء الله موفق في مبارياته القادمة المؤكد ان ما اثيره عقب مباراة المنتخب السعودي والروسي في الاستوديوات التحليلية او في البرامج الحوارية من محاولات للتقليل من حجم وقيمة المنتخب السعودي شيء مرفوض جدا من سواء محللين او مقدمين برامج في قناة بيني سبورت بالمؤكد ان البيان النهاردة كان واضح جدا ان واضح ان الازمة او الخلاف السياسي انعكس على الاستوديوات التحليلية وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي واللجنة الامبية الدولية باتخال السياسة او اقحام السياسة في اي عمل او في اي ايفنت رياضي او حتى اجتماعات رياضية او لقاءات رياضية على مستوى العالم ما حدث تجاوز غير مقبول تجاوز غير مسموح من جانب بعض المحلين او المقدمين للستوديوهات في بيني سبورت خلال عاقب مباراة روسيا والسعودية بالتأكيد الفيفا سيكون له موقف تجاه هذه التجاوزات بناء على الشكوى التي قدمت من هيئة الرياضة السعودية مدعومة ببعض التسجيلات والفيديوهات اللي بتبين هذا التجاوز او هذا الخروج على النقص في حق المنتخب السعودي هل تتوقع ان تكون هناك عقوبات من الفيفا اتجاه القناة؟ بالتأكيد طبعا ده هتوقف على لجان التحقيق وبعد مشاهدتهم لهذه التجاوزات اللي تمت فيه الاستوديوهات التحليلية او البرامج الحوارية اللي اعقابت المباراة اللي ديامع بين المنتخب السعودي والمنتخب الروسي بالتأكيد لجان التحقيق بالفيفا لان ما حدثت زي ما قال حتى الاستاذ خالد من المنزل الدقائق لما قال ان اي شيء فيه عقود العقود دي فيها التزامات على كل الاطراف من بينها الطرف الشاري للحقوق الحصرية او الحقوق النقلة او الحقوق البس عليه التزامات ان هو لا يقحم اي خلاف سياسي في عمل الرياضة واحنا احنا عانينا كتيرا من في حتى في القنوات الإخبارية في الجزيرة نيوز من نقل بعض الأخبار اللي تصير ضجة اللي تصير تساق ألأ في الشوارع في الدول العربية الأزمات السياسية بسبب ما أسيرة بمعلومات مغلوطة وأخبار خاطئة في الجزيرة نيوز لكن أن يتحول هذا الأمر إلى الرياضة فهذا ضد لوائح الفيفا ضد لوائح اللجنة المبينة الدولية نعم نعم أشكرك جزيلا كان معنا من القاهرة الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالشروق الأستاذ شريف عبد القادر في تحرك قانوني ضد مجموعة قنوات بإنسبورت القطرية تبنى كبار رياضي الوطن العربي مبادرة لإيصال رسائل احتجاجية لأمين عام اتحاد كرة القدم ضد القنوات القطرية إثرى تعمد مذيعيها ومعلقيها ومحلليها إقحام التعليقات السياسية في برامجها الرياضية واستودياهتها التحليلية خلال مجريات المباريات نتابع مبادرة رياضة بلا سياسة تبناها كبار رياضي الوطن العربي لإيصال رسائل احتجاجية لأمين عام اتحاد كرة القدم الفيفا ضد قناة بإنسبورت القطرية يطالبنا الفيفا فيها بالتحرك الجاد والفوري تجاه التسييس المفضوح الذي تمارسه القناة وتحديدا ما بدر منها مع انطلاقة منديال كاس العالم المقام حاليا في روسيا بصفتها ناقلا حصرية للمسابقة الدولية لمنطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث ارتكبت بذلك مخالفة نظامية تستوجب المساءلة والعقاب وحكا من سلطة الإشراف لأنه في كلمة وأنهي يعمل السياسة يسايد كرة قدم وفهم مثل يقول من يزرع الرياح يحصد العواصف واليوم كانت العاصفة القوية التي هبت على الكرة السعودية يتعمد العاملون في هذه القناة اقحام التعليقات السياسية في برامجها الرياضية فمن باع القضية الفلسطينية من السهل أن يبيع اليوم ملف المغرب 2026 ويجب أن نكون صرحاء المغرب أكد للجميع أنه بلد مستقل بقراره أنه ليس ديلا لأحد المغرب دولة ذات سيادة من حقها أن تأخذ الحياد في بعض القضايا وفي الخلافات كما هو الحال في الأزمة الخليجية من جانبهم شدد القائمون على المبادرة على أن صمت الفيفا تجاه تجاوزات القناة القطرية من شأنه أن يهز ثقة بالمنظمة الدولية ومبادئها مما قد يفتح بابا واسعا أمام تسيس الرياضة والتسيس المضادة وهو ما قد يخرج المتعة الكروية الرياضية عن نصابها الصحيح والسليم وجود اسم الجزيرة كان السبب الكثير من المشاكل لأصحاب القرار في الشبكة عندما يذهبون إلى فرنسا إلى أمريكا ينظر الجزيرة مع كامل الأسف على أنها قناة تدعم الإرهاب على أنها قناة اسم مخيف على أن هناك أبعاد فكرية سياسية حتى من خلال الرياضة في قناة الإخبارية عبدالله الهاجري قدم اللعب سامي الجابر شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على وضع صورتين له داخل قاعة الشخصيات الهامة في ملعب لوجنكي وقال الجابر أن الصورتين كانتا داخل القاعة في الملعب الذي استضاف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 بين الأخضر وروسيا وثمن الجابر هذه المبادرة من فيفا هذا وقد تفعلت الجماهير الرياضية بعد وضع الفيفا صورتين لسامي الجابر داخل قاعة الشخصيات الهامة في ملعب لوجنكي حيث أطلقت الجماهير واسمان بعنوان سامي الجابر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انتقد رئيس النصر سعود أليس ويلم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت بعد إلقائه اللوم على عبدالله المعيوف وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي في خسارة المنتخب السعودي أمام المستضيف الروسي وكان عادل عزت قد انتقد المنتخب السعودي بعد الخسارة من المنتخب الروسي في مباراة افتتاح منديال 2018 بخماسية دون رد اشتركوا في القناة حصد المنتخب الانجليزي ثلاث نقاط ثمينة في افتتاح مشواره بنهائية كأس العالم 2018 لكرة القدم بتغلبه على نظره التونسي بهدفين مقابل هدف على ملعب فولو جراد أرينا ضمن منافسات المجموعة السابعة نتابه موسيقى ترجمة نانسي قبل اكتسح المنتخب البلجيكي نظره منتخب بنما بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على ملعب فشت الأولمبي ضمن منافسات المجموعات السابعة من منديار روسيا ترجمة نانسي قبل تغلب المنتخب السويدي على نظره الكوري الجنوبي بهدف دون رد من ركلة جزاء احتسبت بعد الرجوع إلى تغنية الفيديو في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعات السادسة لمنديار روسيا وقبل الختام هذا تذكير بأهم العنوين بعد تعرض أحد المحركات في جناح الطائرة للحريق بعثت الأخضر تصر السف بالسلامة الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم بشكوى للفيفا ضد الناقل الحصري